سيسي بحضرتكم مع مجلس الأهم وإخير الأنباء مع دينة تفضل يتينا شكرا لك بسانت التساء صباحا بتوقيت القاهرة أستدسة بتوقيت جرينتش مجلس الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم هنى الرئيس عبدالفتاح سيسي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب الوداد المغربية وأشهد الرئيس سيسي بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة كما أثنى الرئيس السيسي على الروح العالية لفريق الأهلي والتي تعكس قوة العزيم والإصرار على الفوز معربا عن تمنياته بدوام الانتصارات لرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات وكان الأهلي قد حصد اللقب الإفريقي عقبات عادله مع مضيف الوداد المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في إياب الدور النهائي وأتقدم الوداد بهدف في الدقيقة السابعة والعشرين عبر لعبه يحيى عطية الله قبل أن يسجل محمد عبد المنعم هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثامنة والسبعين ليتواجى الأهلي باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخه وكان الأهلي قد انتصر في مباراة الذهاب التي أقيمت على أستاذ القاهرة الدولي بنتيجة 2-1 ليحرز اللقب القاري الغالي بنتيجة 3-2 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة وأشار رشوان خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني إلى أنه وفق مواد الدستور يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى الثالث من ديسمبر المقبل كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد كانت ثالثة جلسات المحور السياسي للحوار الوطني انطلقت بمركز القاهرة الدولي لمؤتمرات بمدينة نصر وبحثت الجلسات موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ وكان مجلس أماناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولحأته التنفيذية التي كانت مقررة الأحد لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها انطلقت اليوم امتحانات شهادات الثانوية العام للعام الدراسي 2022-2023 وأنهت الدولة كافة استعداداتها لجميع المحافظات لضمان حسن السير وانتظام الامتحانات وأكدت وزارة التربية والتعليم أن انتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لجميع المدريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة نددت السعودية والولايات المتحدة باستئناف الأعمال القتالية في سودان بعد وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة وأكد بيان صادر عن البلدين أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف مباحثاته بمجرد أن يظهر طرف الصراع تقيدهما بما اتفق عليه في أعلان جدة وأضف البيان أن السعودية والولايات المتحدة سيعملان على التنصيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة وتكثف التنفيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان قالت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على ثلاث قرى من يد قوات روسية جنوب شرق أوكرانيا في أول تجمعات سكنية تعلن تحريرها منذ شن هجوم المضاد قبل أيام ورفع جنود العالم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت في قوات المشاة الأوكرانية بأن تستأنف القتال قريبا بعد أن تعرضت عرباتها المضرعة الأمريكية الصنع من طراز برادلي لأضرار أو دمرت خلال هجوم على مواقع روسية الأسبوع الماضي يجري اليوم حلف شمال الأطلنطية الناتو أكبر مناورات دفاع جوية في تاريخه على الأراضي الأوروبية على مدى عشرة أيام وذكرت مصادر الداخل الناتو أن حوالي عشرة ألاف فرد من الخدمة الجوية بينهم 2600 جندي أمريكية سوف يتجمعون في ألمانيا لمحاكاة رد الناتو على أي هجوم يستهدف أي من دول الحلفة وتشارك في المناورات حوالي 220 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء الناتو والبلدان الشريكة للحلف ختم موجز التاسعة فاصل ونوض لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر